عشرة صواريخ معدة للإطلاق تحملها هذه الراجمة قبل أن تقصفها طائرة مسيرة أمريكية في البادية الممتدة من العراق إلى سوريا مشهد مواجهة سبقه قصف طال القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل الكونيكول الغاز ثلاثة دفعات لتعود بعدها القوات الأمريكية شرق سوريا إلى حالة الاستنفار في مواجهة يبدو أنها لن تهدأ قريبا التصعيد الذي حصل من جديد من قبل المقاومة الإسلامية في العراق على حقل الكونيكول وبقية القوات الأخرى هو في سياق التصعيد المتناسق ما بين كل الأطراف محور المقاومة للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية الخروج من العراق ومن سوريا وبالتالي هي في إطار العمل المشترك المتكامل مع معركة طوفان الأقصى ستة أشهر مضت على تهديئة غير معلدة حاكمت المنطقة منذ شباط فبراير الماضي تبدو اليوم من الماضي أيضا في ظل تصعيد عسكري تعيشه المنطقة على وقع تصاعد المواجهات في غزة وجنوب لبنان واقع لا يمكن أن ينفصل عنه الشرق السوري ولا غرب العراق الذي بات ينذر بتحوله إلى ساحة مواجهة مفتوحة إذا منهارت أسباب التهديئة في ظل مماطلة واشنطن بسحب قواتها من المنطقة السلاف فصائل المقاومة للقواعد الأمريكية شرق سوريا أتبع بتعزيز واشنطن لقواعدها بمعدة تجسسية وأنظمة دفاع جوية ما يوحي بتوجهها إلى مواجهة مفتوحة لن تكون بمعزل عن تطورات المواجهة من غزة إلى جنوب لبنان واليمن وصولا إلى العراق والشرق السوري رضا الباشا حلب الميدين